اشتركوا في القناة او بينما هم يخدمون الرب وصمون قال الروح القدس افردوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه يعني هم وهم بيصلوا يخدمون الرب دي في بعض المفسرين بيقولوا الخدمة الليتورجية يعني كان صلوا أداس وصاموا وبعدين اختاروا بولس وبرنابة وبعد ما اختروهم يقول فصاموا حينها إذا وصلوا ووضع عليهم الآية دي يعني بعد ما رحقوا سألهم هم دول الاتنين دول كمان صاموا تاني عشان بقى يكرسوهم للخدمة ثم أطلقوهم وبعد كده بدأ بولس وبرنابة رحلة تبشرية الأولى فاختيار بولس رسول نفسه للخدمة جاء من خلال صوم الكنيسة وتكريس الخدمة جاء من خلال صوم الكنيسة بعد كده بقى بولس رسول نفسه كان عايش حياة الصوم طبعا دي حاجة كانت أساسية جدا في حياته كخدم عشان كده بيلاقي في سفر الأعمال اصحح 27 آية 9 لما كان في السفينة يقولوا لما مضى ذمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إسكان الصوم أيضا قد مضى إسكان الصوم أيضا قد مضى معنى كده أنه كان فيه فطرة صوم والصوم خلص فعشان كده بقى بولس ابتدى يطمنهم يقولهم يعني إحنا من قبل وقت يناكل وكده وتبقى فطرة يعني فرح واطمئنان لكل الناس اللي كانوا موجودين معاه في المركب وفي السفينة بس الآية دي بتوضح أنه كان فيه فطرة صوم موجودة طبعية وكل الناس كل المسيحين في الوقت ده كان بيصوموا وعشان كده بولس الرسول والمؤمنين معاه في السفينة صموا معاه وبعدين كمان بولس الرسول بيعتبر الصوم ده من إحدى علامات الخدمة أو من ضمن علامات صحة الدعوة وعلامات الخادم المدعو من الله فما تكلم في كورنسوس 2-11-27 فيكلم عن نفسه في خدمته فبيقول في تعب وكد في أصهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرة في أصوام مرارا كثيرة فهنا بولس الرسول نفسه بيوضح أنه قوة الخادم وقوة الخدمة أساسي فيها جدا حياة الصوم والصوم ده حاجة جدا مهمة في حياة كل خادم عاوز فعلا يقدم رسالة ربنا رسالة الخلاص لكل الناس وعاوز خدمته تبقى مدعومة بدعم سماوي ومسنودة بنعمة إلهية سماوية فلازم هو كمان يحفظ طأس الصوم وترتيب الصوم في حياته فهو أختير من خلال صوم الكنيسة وهو حافظ على الصوم في حياته في كل حاجة مراحة حياته واعتبر في الآخر أنه أساس وعلامات صحة دعوته أنه كان بيعيش حياة الصوم فبيقول في أصوام مرارا كثيرة ربنا يدينا كلنا نعمة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد اجل أجل مدعومة اجل مدعومة اشتركوا في القناة